على الرغم من التحديات التي واجهت أطلق الفنان الفلسطيني أكرم عبد الفتاح مشروعاً فنياً عابراً للقارات تحت اسمه مونولوغ التفاصيل في هذا التقرير مونولوغ هو مشروع موسيقي فلسطيني عالمي يضاف إلى رصيد الفنان الفلسطيني ابن كوكب أبو الهيجاء قضاء سخنين أكرم عبد الفتاح خرج مونولوغ إلى النور بعد عامين من العمل مع موسيقيين من مختلف قارات العالم انطلق هذا العمل الموسيقي مجسداً محاوراً الحب والحرية والتراث الفلسطيني هو مشروع اللي بيجمع موسيقيين من قارات مختلفة السويد والهند وفلسطين بطريقة انه يتعاونوا مع بعض في انه يعملوا موسيقى كجسد واحد وعشانك سماموا نونولوغ فاحنا عملياً كفرد واحد من نعبر عن لوحة أو فكرة موسيقية على المسرح اللي بميزه كمان الإقاعات الموسيقية والآلات الموسيقية المستعملة هناك ففي معنى طبعاً الطابلة الهندية مقابل آلات الموسيقى العربية كالطابلة والدف كمان في عنا الكمانجل ست أوطار مقابل غيطار الإلكتريك من السويد ففي عنا كمان وجود الدرامز والغيناء فتنوع الآلات وتوزيعها عن بعطي كمان نكها خاصة في انه تبين كل الاختلافات في الموسيقى يرى أكرم عبد الفتاح أن الموسيقى غذاء الروح ولغة تواصل مع الذات الموسيقى هي البوصلة التي تحرك الفنان إنساناً وكياناً وكينونة هوية وتراثاً وحضارة تحرك الانتماء فيه لشعبه وقضاياه وتحرك فيه الأمل وتجعله حراً ونقياً في رسالته استطاع أكرم عبد الفتاح أن يتواصل من خلال الموسيقى مع هويته العربية والعالمية وامتداده الطبيعي كفنان فلسطيني أما عن الطريق فلم تكن وردية شق الطريق كان كثير صعب رغم كل الظروف التي توجهنا كفلسطينيين هنا طبعاً بدايتي كانت في البوب ميوزيك مع أصالى نصري محمد عساف وفنانين آخرين بعد ذلك طبعاً اتنقلت بين هذه الموسيقى لموسيقى الكلاسيكية ثم الموسيقى المجرد الألاتية اللي أنا كنت عم أفوت بطبعاً رحلة التلحين الموسيقي بعد ذلك طبعاً كان لفرصة كثير حلوة أن أشارك موسيقين كبار وأتعلم من هنزي الأستاذ سيمون شهين الأستاذ كاميل شجراوي كمان لاحقاً وجودي في الهند ومشاركتي مع فنانين عمالقة في الهند كل هذه التجارب والتحديات والعمل التراكمي والتعلم المستمرة وتغذية الروح بالموسيقى انعكست في مونولوج المشروع الموسيقي الذي سيغير المفاهيم عبر القرات وستنعكس في مشاريع أخرى ستولد قريباً من قرية كوكب أبو الهيجاء في الداخل الفلسطيني المحتل روزين عودي رؤيا